اشتركوا في القناة جيب تيك التي تحتضنها الجامعة يومي التاسع والعاشر من مايو الجاري ترم تسليط الضوء على جاذبية المغرب كمركز قاري للتكنولوجيا العميقة وأبرزان هذه القمة ستلقي الضوء على إمكانات المغرب في هذا المجال من خلال مساحة عرض مخصص لحوالي ثلاثين شركة ناشئة ذات إمكانات نمو عالية منها المتخصصة في التكنولوجيا الصحية والمتخصصة في البلوكشن وفي تكنولوجيا الفلاحة والتكنولوجيا الخضراء وباقي التخصصات انطلقت تشغال القمة الأفريقية حول الأسمدة وصحة التربة اليوم الخميس في نيروبي بمشاركة المغرب ويمثله وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقية والمغاربة المقيمة بالخارج نصر بوريتا صاحب الجلال الملك محمد نسارس نصره الله في هذه القمة التي ستتمحور بالأساس حول إعلان نيروبي بشأن الأسمدة وصحة التربة في أفريقيا ويتكون الوفد المغربي على الخصوص من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وسفير المملكة بكيليا ارتفعت سعر والنفط في تعاملات المبكرة اليوم الخميس بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكية الذي يشير إلى تراجع المعروض وسط تصديد الأمال بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برين تسليم يوليو 23 سنة إلى 83 دولار فصل 81 للبرميل وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي لشهر يونيو 29 سنة إلى 79 دولار للبرميل فصل 28 هذا وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمليون برميل فصل أربعة إلى 459 مليون برميل فصل خمسة وهو ما يزيد على توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره مليون برميل فصل واحد مع زيادة نشاط المصافي ارتفعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع تحول اهتمام المستثمرين إلى البيعات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن تقدم رؤى إضافية حول موعد قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة هذا وارتفعت الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2314 دولار للأوقية فصل 26 وانخفضت العقودة الأجل الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2321 دولار نهاية النشر الاقتصادية لليوم مشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة